فحب الأوطان شعور وعمل ومن أهم حقوق وطننا علينا حق الانتماء له والولاء لحكامه الخيار والطاعة لهم فقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فنذود عن الوطن ونقف بعز وشموخ لرايته العظيمة ونذود عن حكامه الذين سهروا الليالي من أجلنا ومن أجل توفير كافة سبل الراحة والأمن والأمان لنا ففضلهم عظيم والالتفاف حولهم واجب وحق في أعناقنا ومن الانتماء والحب لهذا الوطن أن نقدر مكتسباته فنحفظ أرضه وماءه وهواءه من التلوث والتخريب وأن ندرك مسؤولياتنا وواجباتنا العظيمة تجاهه نلتزم بقوانينه وأنظمته وأن ننضبط في سلوكنا وتعاملنا مع من حولنا بالأخلاق الحسنة وسنعنا الإماراتي فنتمسك بتراثنا وتقاليدنا الوطنية الجميلة ونتلاحم مع بعضنا البعض ونتراحم فيما بيننا فذلك نعم الحب الصادق الذي به تحفظ الأوطان وتلك هي المواطنة الحقيقية التي يرتقي معها التعايش الإنساني فكما قال رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان حفظه الله ورعاه إن دولة الإمارات ومن خلال سياستها ونموذجها في المنطقة ترسل رسائل إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك التصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية